السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا جماعة احب اعرفكم ازاي بنشغل برنامج بلوتاجون. الاول بنزله من على المتجر. بعد كده بدخل عليه. بتظهر لي الشاشة دي اول ما بدخل على البرنامج. بضغط على انشاء الفيديو. هنا بيزهر لي الشاشة دي على طول. هنا بختار ببقى هنا عايزة اختار انا المشهد اللي انا عاوزاه. اه حسب الموضوع اللي انا محضره. فا اه هنا بختار الاماكن من المكان ده. بضغط هنا. هنا بتظهر لي اماكن اه بفلوس. وفي اماكن مجانية. المجاني موجود تحت المكتوب عليه اهوت. فانا بختار اي اه مكان منهم احب اكون عليه في الفيديو موجود عليه. حسب الموضوع اللي انا محضره. اه وليكن مثلا هاختار المكان ده او المشهد ده. بعد كده ببتدي ان انا اختار الممثلين اللي هيكونوا موجودين معايا في المكان. فبضغط على بدون ممثل. على طول بيتظهر لي الشاشة دي. هنا لو انا محضره شخصيات من قبل. فبضغط عليها على طول. اه ولو انا عايزة اه يعني اه ان انا اعمل شخصية من اول وجديد. فانا بضغط على كريت كاراكتر. بيبتدي يظهر عندي الشاشة دي هنا بيبقى بيسألني هل عايزة الشخصية دي تبقى ميل او في ميل يعني زكر او انثى على طول بختار حسب برضو الموضوع اللي انا محضره. اه هنا بضغط هنا يبديني على طول ملامح الوجه او شكل الوجه اللي انا عايزة اه اه فانا بختار برضو شكل الوجه. ويه كذلك اللون بقدر اتحكم فيه من تحت من هنا من الدواير الملونة دي. فهنا بروح بقى للشعر. شكل الشعر اللي انا عايزة عليه. اه برضو بقدر اتحكم فيه. وكذلك لونه. اه هنا بقى بنروح لعلامة اللي بعديها وهي علامة اللي مرسوم عليها الشنب. برضو بقدر اتحكم. اه فهي ان انا عايزة اه بشنب ولا لأ اه اوداء خفيفة ولا لأ. وكذلك لونها بقدر اتحكم فيها. اه بعد كده بروح لرسمة العيون. برضو بقدر اتحكم في شكلها. كذلك الحواجب. بعد كده بروح للعلامة اللي مرسوم عليها النظارة دي. اه بضغط عليها. بختار اه عزاب نظارة او لأ. برضو دي حاجة بترجعلي. وشكل النظارة برضو او لونها. اه برضو بختارها من هنا. اه بعد كده بروح للملابس او الهدوم. اه بختار برضو. بختار اميز او تي شيرت. من الموجودين هنا دول. برضو بقدر اتحكم في لونه من الدواير اللي فيها الالوانات تحت دي. بعد كده بروح لرسمة البنطلوم. والشوز برضو لو عايزة اغيره بضغط على الرسمة اللي هنا دي. بعد كده بروح على الايه الكبيرة دي. هنا بسجل اسمه. اه هنا بضغط هنا فبسجل اي اسم للشخصية انا عايزاه. اه وليكن مثلا حسميها علاء او اي اسم تختاروه. كده خلاص احنا كده عملنا الشخصية فبنكتب دمه. فبتبتدي بقى الشخصية خلاص بتزهر عندي. بتزهر عندي هي موجودة. بعد كده ان انا برجع بقى من العلامة الاكس ديت. بوديني بقى للمشهد. هنا بيبتدي يزهر عندي في المشهد او في المكان اللي انا اخترته. لو عايزة ممثل تاني معاه. ويدور ما بينهم حوار. بضغط تاني على بدون ممثل. باختار ممثل. بقى موجود معاه. بيبتدي بقى المحادسة ما بينهم بتتعامل ازاي. ان انا بضغط هنا على العلامة دي. هنا بيقول لي عايزة مين هيبدأ الاول. هنا باختار اة مين هيبدأ بالكلام. لو عايزة اسجل الحديث اللي هيحصل ما بينهم من علامة المايكروفون بضغط عليها. اه بيزهر لي اه هنا المايكروفون بضغط عليه العلامة الحمر دي. المايكروفون الاحمر ده. بعدمكنما بسجل خلاص الحوار او الحديث اللي هيحصل ما بينهم بعمل علامة صح. على طول هنا بيتسجل الحديث او المحاسن اللي حصلت ما بينه عايزة بقى الشخص التاني اسجله الحوار بتاعه برضو بضغط في العلامة ديت بيظهر لي هنا باختار الممثل التاني او الشخص التاني الموجود وبردو بضغط على علامة المايكروفون وبيبقى ببتدي اضغط على المايكروفون هنا الدائرة الحمرة وببتدي اسجل وبضغط على علامة صح بعد كده آآ الثلاث نقطة اللي موجودين هنا دول هنا علشان لو عايزة ارتب المحادسة اطلع المحادسة دي فوق مسلا ورتبها يبقى بالسهم ده لو عايزة الغيها خالص حصل فيها خطأ ما بلغيها من الاكس الحمرتي بعد ما بخلص وعايزة استمع بقى للمحادسة اللي حصلت بضغط على العلامة اللي فوق دي آآ باستمع للمحادسة بعد كده لو عايزة ان انا اسجل المحادسة ديت او الفيديو ده احفظه بضغط على السهم ده بيبتدي يجيب عندي هنا انشاء الفيديو بضغط عليه هنا بيقول لي عايزة تصدير مع ترجمات ولا دون ترجمات فانا هنا بضغط على تصديره مع ترجمات بيبتدي يحمل لي بقى الفيديو هنا بقى بختار هنا بيخيرني عايز الفيديو ده ينزل على ايه فانا هنا آآ بضغط على اليوتيوب هيبتدي الفيديو ينزل على اليوتيوب على طول مباشرة وإلى القناة آآ بتاعتنا وآآ شكرا لكم والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته